السلام عليكم لبنات سلام حبيباتي سلام يا الزينات يا الغاليات مرحبا بكم معايا في هادلا فيديو جديد ان شاء الله تلقاكم بخير اليوم ان شاء الله جبت لكم الوصفات الاكثر طلبا في شهر رمضان الكريم اللي هي قلب اللوز انا حينديرها في الدر احنا اعطيه لكم بمقادر مضبوطة ان شاء الله وصفة ناجحة باذن الله وحنا اعطيكم ايضا وصفة تعم طلوع تاني حتى هو مطلوب بكثرة في شهر رمضان الكريم سهل سريع كيمة العادة ميعيش بدون عجن ولا دلك مقبل ما نشوفوا كامل التفاصيل هادي نصلوا ونسلموا مع بعض على الحبيب المصطفى علي افضل الصلاة والسلام هنا نشارك معكم عن السريع اللي بنتنظيف تاع لابلاك اللي ديمن يسقسوني لامارك نقولكم لامارك كاندي وهاد لابلاك يعني بزاف يقولي من شريتيها وهادي وهادي ويعني نجاو بعدة مرات ولكن ديمن الاسئيلات تتكرر في كومنتار ونحب نقولكم بلي هاد لابلاك ما فيت عشر سنين وهي عندي وشنو نحاضر عليها كيمة اليوم ما شوفوا مايش موسخة بزاف استعملت برك شوية ستيك جافيل هادا موسون باش نحي برك شوية هاكدا يعني كالكوتاش تاع الطياب وكامل ولكن كي تكون فيها بزاف لي دام سواء لابلاك ولا للفوق نستعمل هادا كالديغريسون دونك الديغريسون نستعمله فقط كي تكون عندنا هادك الدهون المستعصية وكي يكون هاكدا يعني ما شيف بزاف الاوسخ ولا الدهون نستعمل هاكدا يا اما هادا ستيك جافيل يراه بريحة الكاليتوس ريحته ريحة النقاء ريحته يعني ما شاء الله ويرغون روعة روعة نستعمله هو منه جافيل منه ايزيس يعني يخرج ما شاء الله ولا ساعات نستعمل برك مباشرة سائل تاع الاواني تاني يعني المهم نقضي على هادك الدهون الخفيفة ونتحصل على باريق هايل دوكالبنات نروح ونشارك معاكم الوصفة تاع المطلوع كي ماشتوه هنا يافل هاد الغيسي بيون هادا حطيت كاس تاع مادة فيه حطيت عليهم غرفة كبيرة تكون معمرة مليح تاع السكر وزت تاني مغرفة معمرة تاع خاميرة الخبز الفورية لانه الجو راه بارد شوية نخلطوهم شوية هاكدا معابات نغطيو عليهم ونخليوهم يتفعلو شوية حوالي زوش دقائق الى تلت دقائق راح تشوفو الخالط ديالكم تشكلت فيها رغاوي وتشوفوك شغل يعني الضعف شوية في الحجم دياله اهلا نعودو نخلطو هادك الخاميرة ونبعد نزيدو الفارينة عندي هنا البنت كيلو تاع فارينة راح نزيد عليها ولاني رايح نطمها بشوية تعماء دافي شوية بشوية حتى نتحصل على عجينة تكون شوية جارية واكرا حين تشوفوها معايا البنت عجينة ما تكونش متجانيسة دوك تشوفو البنت معايا العجينة اللي نتحصل عليها هايليك هنايا تكون تبانلكم جارية شوية وتكونك شغل مخربشة نحاولو برك نطموها كامل هاكدا ما نعجنو ما ندلكو ما والو ونخلوها تريح الفارينة كي تريح رايح هيك شغل تعاود تتسقم وتعاود تتلمروحها نخلوها حتى نشوفوها شوية ضعفة في الحجم ديالها حوالي هاكداك نص ساعة عاود توليت ليها شمقت ايدي في شوية تعماء دافي ونزلت لها الاختيمار وخبطتها هاكدا شوية هاد العملية البنت نديروها زوج مرات ولا حتى تلاتة مرات يعني ما تديركش كامل الوقت انت راكي تدوري مع شغلك ومرة على مرات تولي ليها كي تطيبها ضعفت في الحجم ديالها تنزل هادك الاختيمار تخبطيها هاكدا شوية وخلاص كي ما يقولو ما كي حتعيرو حك كامل واللي حبت يعني عند هالوقت ما حبتش تخليها تخمر عدة مرات يعني خبطيها برك شوية مليح وخليها تخمر مرة وحدة ومبعدها خبزي المطلوعات ديالك انا نحب الريحة تعسانوج هنا هادي المرة الاخيرة اني ننزلها في الاختيمار والمرة التالتة دلت لها شوية تعسانوج وكي ما شتو مدرناش الملح دونك هنا في الاخر كامل باش نديرو الملح نحاولو نديروها هاكدا تكوتي نطمو العجينة هاكدا للطرف نخلو مكان ونحطو شوية تعملها هاكدا تكوتي وندوبوه قبل بشوية بركتاع الماء من الاحسن يكون شوية دافي خاصا ندو كاكيرا وعودو لالبرد ومبعدها نطمو العجينة ديالنا ولا نخلطو مليح هاداك الملح نعودو نخبطو ونخلطو مليح مليح باش هاداك الملح يتوزع كامل الداخل ومبعد هنا ياز تكملت خليتها التخمر للمرة الاخيرة مرة الثالثة والمرة الاخيرة هاي لك هنا شوفو كفاش ضعفت في الحجم شوفو هادو كنباب اللي دارتهم من الفوق هادا داليل على ناجح تعالعجين ديالنا هنا خلاص نزلو الاختمار للمرة الاخيرة كنت شوفو فالفارنة ديالنا ولات إيلاسيك هادك العملية تعالاختمار زوجو مرات ثلاثة مرات كيمقودكم راي رايحة تعاوننا ولا راي رايحة تنقص علينا هاداك التعب تعالعجين والخبيض ودوكا نروحو نشكلوهم الكمية هادي تعكيل وتعفار هنا تقدر ادي لكم لبنات 4 خبزات كبار في الحجم ولا 5 خبزات متوسطين في الحجم ناخدو هاكدا كمية ومبعد فيه جفنا نحاولو نشكلوها هاكدا على شكل كورا ومبعدا نرمدوها اللي بنات في السميد سواء رقيق ولا متوسط كاين اللي احتى يرمدوها فلا شابلوغ تاني ومبعدا نحطوها هاكدا يعني فيه منديل خاص بالمطلوع نرشو عليه شوية تع سميد باش ما يلسقناش خاصة انه العجين راهي شوية جارية ونخبزوهم هاكدا بالنسبة المبتدئات اللي ما يقدروش يرفضوا المطلوع ننصحكم يعني تديلوهم فيه بابي كويسان ملء احسن رح يسهال عليكم وفي نفس الوقت ما ممكن ترفضوه هي حيجيكم سهل باش تحطوه يطيب في الفرن بزاف اخاوات تاني سقسوني يقولي ساميرا اسكو هاد الوصفة نفسها نقدرو نديروها في الطاجين طبعا اكيد تقدرو طيبوها في الفرن كما تقدرو طيبوها في الطاجين بعد ما خبزوهم كامل نغطوهم من مليح مليح ونحطوهم في مكان يكون دافي ما نخلوهم شعور دا للكوران دا هاكدا باش يخمرنا المطلوع دينا والمطلوع ما لازمش نخليوها يخمر بزاف بزاف حتى تخرجوا هاديك الخميرة ما رح شي جينا ناجح هادي حاجة والحاجة التانية غينشوفوه بداي يخمر شوية نشعلو الفرن دينا نخليوها يسخن مليح مليح كما كتشوفو معايا اليوم اني رايح نطيبو في الفرن تاعي هادا تاعت المسان يعني راهو ناجح للمطلوع يجي من فوق يجي فارغ من الداخل ويجي هاي كما شتو الفرن ديالي شعلتو الفوق والتحت على اعلى دراجة دلتسني والداخل خليتوهم يسخنو مليح مليح ورفت المطلوع ديالي وحطيتو هاكدا بعد ما تحمرة على جيها قلبتو على الجيها الاخرى وهاوليك يعني مين باسا مينوتاكو رايح نطيبو زوج مطلوعات على ضربة فالا هوليك المطلوع تعنا كيفاش يجي يجي شهي خاصة الاخوات اللي يحبو يعني يسترسقو ويحبو يديرو مشارع هاد المطلوع يعني هاي لانه اولا راح يكون نرخيص في الثامن دياله لانه راح نديروه بالفارينة وتاني راح مطلوع او عفو راح مطلوب بكثرة في شهر رمضان الكريم مشي برك في شهر رمضان الكريم مطلوب حتى على العام كامل خاصة لي يخدموا مع المعطاعم ومع اللي بيتزيغيا وكامل تقدو ديروهم حجم صغير هوليك هانا البنات هو هاد الخبز كي يخرج برك من الفرن تحسوه شوية يابس نغطيوه غير نغطيوه هرا وراي حيطها هوليك هانا نقسمته لكم شوفو كيفاش يجي فارغ من الداخل ويجي خيوط خيوط هاي يعني مع الماكلة مع التغماس اللي صندويتش اللي الدراري يعني حيفرحوا بزاف به وتاني كوشته معايا السالف التحضير ديالو هدا هو الفرن اللي بنات اللي طيب تفيه فرن المعروف الغانية عن كل تعرف فرن تلمسان كي ما كتشوفو فيه هنا يا معايا طيب ما شاء الله طيب روعة روعة وش طيبي فيه يجي هاي خاصة شوفو عندكم خاصة البيتزا خاصة المطلوع هاكدا في المطلوع هادا المنفخ ما كش ما احسن منه البيتزا طيب روعة روعة لانه يشعل الفوق والتحت على دربة اه جيكم بيتزا كي ما تعلي بيتزغيا وراكوشتوها معايا يعني عدة مرات درناها مع بعض في هاد الفرن هادا عندكم تاني القرانطيطا فيه تاني جي روعة حلو الطابع الكروكي يعني انا جربت فيه حتى الكيكات مسكوتشو وكامل يجي ما شاء الله ويعني يرفض كمية كبيرة هاوليك البنات يجي فيه دو بلاتو الداخل ما شاء الله هادا وفرت هون لاباج فتافيت ديزاد لبنات هاد الفرن هادا فيه ثلاثة احجام عدنا لي فيه خمسين سنتيمتر يعني نصف مترا يدير مليون وستمية وخمسين الف تاعتمانين سنتيمتر هو هادا اللي راكوشتو فيه عندي المتوسط في الحجم دارزو جملاين وميتين وعدنا تاعم مترا يعني هاداك الطويل كامل دارزو جملاين وسبعمية والتوصيل را هو مجاني فالا شوفوا النار تعو البنات الداخل تشعلك شغل دايرة كامل تعال فوق النار تعو تدرب للفوق هاكده باش ما تحلقناش الحاجة وممتعل تحت تشعل كامل دايرة هاديك النار وهذا هو الشي اللي يخليه طيب ما شاء الله ان شاء الله تقدروا تكسبوه خياتي ارقام الهاتف راني خليتهم لكم هنا في الشاشة وين ما كنتوا احيجيبوه لكم التوصيل را متوفر لثمانية وخمسين ولاية كما قلت لكم يعني حيعاونكم في رمضان تمتم كيحا طيب المطلوع ديالك اه ولا اي حاجة كيحب طيبها الحلويات يطيب لك كما شتوير في الدو بلاتو يطيب يعني كمية كبيرة ودوك البنات رايحا نشارك معاكم وصفة تعال قلب اللوز من الوصفات اللي نحبوها بزاف في رمضان دوك نديروها في الدار خاصا انو هاد الوصفة هادي لاني رايحا نمدها لكم ما يجيش بزاف حلو نبدو هنا يا على بركة الله عندو كان نحي نوزنو ليدام ديالنا اناني رايحا نديرو بهاد زبدة تاع الرابع لو بخانتو هكو تشوفو فيها اللون تحت جي صفرة هاكدا والقوت تحت ذوق تاع الزبدة هاكدا باش القلب اللوز يجي يعني يجي هايل ويجي خفيف وانتو ما اذا كان ما عندكم مش تقدو تديرو لامارغارين كما تقدو تديرو السمنتاني احنا ناخدو البنات 150 جرام تاع زبدة الرابع راني رايحا ندوبها في كاسرونة بلا ما تغلي على نار قليلة ولا ندوبها في الميكروند هنا في الجفنة ديالي حطيت كيلو تاع سميد الخاشن هادك كما كتوهو فيه كامل هادك لخشن نزيدو علي هنا البنات مغير فا صغيرة هادي كتاع الشاي تاع الملح ونزيدو مغير فا صغيرة تاع قهوة تاع لافاني نخلطوهم هاكدا ملح مع بعض ونزيدو هنا يا السكر بالنسبة للسكر نحتاجو نص الكمية تاع السميد اللي هي خمسمائة قرام يعني كينز تعملو كيلو تاع سميد نديرو خمسمائة قرام انا هنا نقصت شوية درت ربعمية وخمسين قرام هاكدا باش يعني نقصوا شوية الحلاوة دوكا البنات بزاف اللي يقولوا يجي حلو منامي هادا هو القلب اللوز يعني هاكدا دايمن فيه كمية كبيرة تاع السكر باش يجي ملح دوكا هنا البنات نخلطو ملح هادك السكر مع هادك الدقيق لي حوالي هاكدا نقولكم واحد لخمس دقايق باش هادك السكر يندمج ملح مع السميد اهنا راه دابت هاديك الزبدة لبخانتون كيلو تهلكم في الكاس شوفو ميو خمسين قرام جاد كاس مواندوة ها تكون راهي باردة نزيدوها على هادك السميد ونبسوه ملح ملح نحكوه كامل حتى هادك السميد يتشرب كامل هادك ليدا نحكو هاكدا بهاديك الطريقة التقليدية هاكدا بين اليدين حتى تشوفوا السميد ديالكم ولا صفر ونبعد هنايا نجيبو كاس تعمازهر حوالي ميتين مليلتر تعمازهر اذا كان مازهر ديالكم ماشي معطر مليح مليح ولا ريحتو ميش قاوية تقدرو تزيدولو بعض القاطرات من لاباتا غوم تعمازهر اي تتباع عندلي بيعوا مواد الحلويات رح هاتمدلكم بنا هايلة في القلب اللوز نزيدوها شوفو شوية بشوية وحنا رانا نخلطوه هنايا هنا مانعجنوش لبنات هاكدا برك نزيدو هادك المازهر شوفو هو يبن لكم هاكدا كشغل راح مفروز ولكن كين نضغط عليك شغل راح يتلم شوفو هادا هو يعني وشاني نحكي لكم دوك البنات هنايا في هاد المرحلة نخليو هاد الخالط هادا نخليوه يرتاح حوالي هاكدا كسعتين حتى الربعة ساعات نغطيوه يعني ببلاستيك ونخليوه بعد شوفو مجازة اربعة ساعات عاود وليتليه نعاود نخلطو هاكدا يا من جديد وراني رايحة نزيد له واحد المكون ليح يعطيني الطلاوة بزاف هايلة وبزاف اخواتي يشكو يقول لك القلب اللوز يجينا ناشف ويجينا يابس راح نزيد وشوفو لا راسبرك المغرفة خاميرت الحلويات ما تكتروش بزاف لبنات على صبرك المغرفة هاد الرشة تاع خاميرت الحلويات راح تعمل فرق كبير وكاين تاني اللي يديرو رشة تاع البيكاربونات الصودا راح تخلي الحوبيبات تاع الدقيق هادا كشغل يجي مفروز وميجيش معجن بزاف ويجي تاني الطريق هنايا بعد ما ريح هادك الدقيق هنايا كان كيما قد كم كانت شرب هاديك الكمية اللولة تعمى ظهر زيت له تقريبا اربع كاس باش هاكدا نقدر انطموه شوفو حتى نتحصلو كشغل اعلى عجينة نطموها مليح مليح بهات الشكل هادا وتكون تحسوها كشغل شوية جارية اهنا نقسم الخالطة ديالي اعلى تنين انا رايح نديرو محشي وانتوما يعني كيما تحبو اهني وريتلكم تقريبا القاوام نقسموها هاكدا على زوج نجيبو سنوا ديالنا ندهنوها بالزيت هنا البنات ضروري تدهنوها بالزيت ما تديروش سمن ولا زبدة ولا مارغارين لانو الزيت تعاوننا باش اه يعني نمشيو القلب اللوز ديالنا ولا العاجينة على القلب اللوز ديالنا هاكدا بكل سهولة هذا نحطو النص اللولاني نضغطو عليهم مليح مليح وانتوما اذا كان مادرتوش محشي احطو كامل كمية على ضربة تحبو تحشيوه بالكوكا ولكم الاختيار انا استعملت شوية تعالوز استعملتو بقشورو باش يبني لك شغل هاكدك. يعني تبني هذيك الطبقة في الوسط تجيب البلبوني. زيت له هنا يا شوية تاع القرفة رشاة صغيرة. وزيت شوية تاع مزهر. وخلطو هاكده. هنا ما نديرو الحشو هادا ما نديرو له لا سكر لا والو. غير هاكده برك على بيها قوت لكم هاد القلب اللوز ما عشي حيجي بزا 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 حلو. بعد ما اخلطنا مليح هذك اللوز مع مزهر والقرفة. لي ما يحبوش القرفة تقدروا تستغنوا عليها. نحطو هادا اللوز يعني كمية صغيرة راي رايحات تكفيكم. حوالي هاكدك كوم شابرك ترحيوها. آآ يعني راي رايحات تكفي. شوفوا البنات كين مشيوا هادا اللوز. نحاولو يعني منوصلوش الاطراف بتاع السنية. وهاكده باش ما يتحرقش معانا. دوكا بالنسبة الكمية هادك تاع العجين اللي بقا تشوفو نفتتوها هاكده شوية شوية من فوق هاكده بهاد الطريقة. حتى نكملوها كامل ونغطيو كامل هادك اللوز. بعد ما نكملو كامل نحطو الجزء التاني تاع العجينة. آآ شوفو هاكده اذا كان نلقينا بلايس مازال فيهم اللوز رهيبا. نقدروا ننحو شوية عجين من آآ بلايس واحد اخرين اللي فيهم بزيادة. ونزيدوهم وين كاين هادك اللوز رهيبا. نضغطو هاكده من بعد مليح مليح. ومن الاحسن هنه نستعملو كوبات هاكده باش نليسيو الوجه تاع القلب اللوز باش يكون عندو وجه بيا نليس ووجه بزاف شباب. الكوبات راهي رايحة تعاوننا بزاف بزاف خاصة نشوفوها على الجوانب. ودوكا في الاخر باش القلب اللوز ديالكم تكون عندو لمعة ويكون عندو هادك اللون الموحد ويجي كامل محمر على ضربة. ناخدو هنا يا مغير فتع سمن. انا استعملت سمن هادا تاع الواليمة. هادا تاني اللي بناتي ريحتو ما شاء الله ريحتو ريحتو ريحت الزبدة. اسمن بزاف ابنين وهدا هو اللي درت به كعك النقاش واعجبكم. ان شاء الله تلقاوه في الاسواق وتجربوه خاصة في الحلويات التقليدية. اي مد الضوقة بزاف هايل. مش هادك سمن الفايح ولا اه دوق تاعو ورايح الضوقة تاع الزبدة تقريبا. اه دوبت هادك مغير فتع اسمن في الميكروند. اه ومبعد دهنت بيها بالبنسو كيماشتو كامل الوجه تاع القلب اللوز. ومبعدا نتراه سيوا هاكده من الفوق. اهنا كما كنتشوفو. مانيش نوصل الموس حتى التحت. يعني نعلمو برك من الفوق. اه وهنا وبعد تحبو تقسموه مرباعات ولا مستطيلات يعني هناك كيما تحبو. اه نديرو هاكده يا برك خطوط من الفوق. ومن الفوق نديروه ولمبيكي واه بحبات تاع اللوز. اه سواء يكون المقشر ولا اللوز هاكده. المهم يكون ماشي طايب. انا كان عندي في الدار هادا لي ماشي مقشر. ما راهوش محمر. راهو رايح يتحمر في الفرن كي ندخله. اي طيب. فالا هاوليك القلب اللوز ساعنا دوكا ما بقابرك ندخله للفرن. على درجة حرارات تقريب هاكده كمية وتمانين درجة مئاوية. اه شوفواني حنطيبو انا اليوما في الفرن هادا كتاع السعادة لي طيبت فيه المطلوع. لانه هادا وينكملت المطلوع قلت ما بيدراه سخون. نكمل نطيب فيه القلب اللوز. كيما كتشوفو معايا نقص له شوية النار للتحت. اه مالفوق شوفوه نقص له خليتو طيب على نار قليلة مالفوق. ولتحته على نار متوسطة. هاكده باش راهو يطيب فيه نفس الوقت راهو يتحمر. هادا هو يعني الفرن تاعت المسان هادا يا. اه شغل يطيب لك لحاجة في وقت قصير لانه يشعل الفوق والتحت على دربة. كيش تلقي البلوز بداع الجوانب ياخد تحميرا كيما راه كتشوفو معايا. نقص له شوية النار للتحت وزت للنار تاع الفوق. هاكده باش يتحمر لي بسرعة. كيما راه كتشوفو هاكده امامكم خياتي نحب نشارك معكم كل التفاصيل هاكده باش تنجحو خياتي وتحصلو على نتيجة هايلة. ما نسوش برك اي حاجة كي نكون نحمروها لازم مرة على مرة ندوروها. هاكده باش تتحمر من جميع الجوانب. والقلب اللوز لابنات لازم يتحمر ملاح 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 حتى ياخد هاد اللون الدهابي اللي راه كتشوفو فيه هنا ايا. ها وليك شوفو النتيجة اللي تحصلت عليها. يعني واحد اللون بزاف شباب. الشربات اللي بنات هاي لك هنا ايا. بالنسبة للشربات نحضروها هي اللولة باش هاكده تكون بارده. يعني نسيت ما شاركتهاش معاكم. اح نعطيكم المقادير ديالها. في كسرونا نحطو لبنات ريتلا ونصف تعمة. انا كما شوفو الساعملت ما سخون باش تمتم ترفض لي الغلية الكسرونا ديالي. نحطو معاها ستمائة جرام بتاع السكر. اه نزيدو معاهم بورج تاع قارس ولا شريحة ليمون. ونخلطو بالمغير فا هاكده. والكسرونا ديالنا فوق النار راح تيدو بهذاك السكر. ومبعد كيت بدا ترفض الغلية. نحسبو لها عشرين دقيقة ونطفيو عليها. ونخليوها تبرد. دونك لبنات انتو ما اسبقوا قبل في الشربات باش تبرد لكم. باش كيتخرجوا القلب اللوز ديالكم سخون. نشربوه مباشرة بالشربات وهي سخونة. وتاني لبنات بعد ما تبرد هذيك الشربات ديالكم. مقبل ما تشربوا القلب اللوز زيدو لها فنجال صغير تعلاتي. تعم مظهر. هكده باش القلب اللوز ديالنا راح يجيب بنين ومعطر بمظهر. رانا نشربو شوية بشوية شوفو. حتي نكملو كامل الكمية ديالنا. بالنسبة للشربات الليبنات. اه كيت طيب. حسبو لها عشرين دقيقة بعد الغلايين. على النار ما تكونش قاوية بزاف. لانو ما لازمش تكون تاني كشغل كوم انسيغو تقي لوقع. بعد ما كملت كامل شربتها. غطيتو هاكده بابي آليمينيوم. اه ما رجعتوش للفرن. خليتو هاكدك. ونخليوها يعني من الاحسن ايبات ليلى كاملة. ولا على الاقل ست ساعات باش يتشرب لنا. امليح هادوكل هاداك لوسيغو. هامليك هنا البنات بعد ما جازو حوالي ستة ساعات. انا ما خليتوش ايبات. اه دونك تمام الاحسن خليوا هيبات باش يتشرب لكم مليح. هاوليك هنا يا. انا قسمته لكم باش شوفو كيفاش يجي. اه يجي محشي يجي هايل. مام اذا كان مدرتوش محشي تاني. راح يجي بزاف ابنين. اه قلب اللوس كيما كتشوفو شوفو كين نرفضو. يعني القطعات جي باينة ما ما تكسرش. جي شداروحة. وما نحكي لكم شو على البنا ديالو. مام بنسبة للمقادير اللي مديتهم لكم خياتي اليومة. محشي يجي هاداك القلب اللوس ليكون حلو بزاف ويقهم. ويجي محشي باللوس. اه تحبو تديلو كاوكا ولكم الاختيار. شوفو كيفاش جاء مشرب. يجي اه مشرب ما يجيش ناشف. مام كيت تقسموه شوفو كيفاش يجي طريق الداخل. هاوليك هنا. يعني ما شاء الله. نديروه في الدار على بنا بالمكوينة اللي فيه. خاصة في شهر رمضان الكريم. الى كان عندكم ضيوف الصهراء. هادا لو رايح يحمر لكم اوجهكم. وكانت هادي يلا فيديو تاع النهار اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجبكم. ما تنسونيش بجام حبيبات قلبي. شجعوني بكمانتاغ بتعليق شبابي الزينات. نقولكم احبكم في الله. تلا في صحتكم. في امان الله.